سيزوتشي راح نسألك سؤال بلاك راكم تخوفين باش كما هو يتكلم يقول لك عندي عقد هكذا هو يعني الكلام كتير على يعني المبلغ اللي راح يديه لو تفسخوا العقد بس حنشوفو انو سي الحاجره ورواه كان ديما يعني يدير بونود انت قلت شفت اسمعتك في تصريح قلت باللي اعتمدت على وش سميت انتا ان كونتراتيب ولكن هو كان يدير بونود ونظن انو مدوش يعني لطوطاليتي تعل عقد التحهم يعني شوف انا ما ندخلش في التفاصيل هذو نقدر نقول لك بارك بان عقد الناخب الكاراز هو يعني كعقد اللي كان يمشي بيها سيد غوركوف والله سيد ليكنس لان نخذينا العقد اللي كان يعني موجود في الاتحادية باركاش بونود نقل لك الارتكل يتحدث عن الارتكل يتحدث عن الابتكات كيفاش كان عقد السيد غوركوف يقول لك انا لن نقرأ العقد وراه موجود في الاتحادية يقول لك اذا اذا ما حققش الهدف الاول هذا والثاني والثالث نقدر نفسحه الغاق وحنا يا لما جينا ووجبنا هذا السيد الكاراز ما هو الهدف اللي سطرناه له الهدف اللي هو تأهل الى كأس افريقيا ويكون في المربع النهائي في كأس افريقيا عمرنا ولا تكلمنا على التأهل الى كأس العالم لان ما هو النخب اللي راح يقبل لك يمضي عقد في الوقت اللي جبناه يعني بعد ما الجزائر كانت عندها نقطة ونيجيريا ست نقاط يقول لونتايا راح يكون عندنا حق نفسه والعقد التاعك اذا ما تأهلت الى كأس العالم ولهذا يعني في الارتكل في الارتكل تاع الاربتور دو كنترات يوجد فقط الانكاليفيكاسيون على كوب دافريق اذا ما موصلش اذا يعني المربع الاخير كانت عن تاع الاخر اما يعني هذا الشيء معروف به عالميا كل المدربين في الفرق والله حتى في المنتخبات الوطنية عندهم عقود وهذا العقود هذه من المستحيل تقول انت في العقد ندير لك انا يا مادة تقول تقول فيها وقت بحبيت كاتحادية والله فاريق راح نفسق العقد دين فاصل ويني الاخيرال هذه ما كانش منها ولهذا احنا ان شاء الله راح ندرسوا مع اذا ما قضينا القرار باش يمشي هذا الناخب الوطني وانا قدر نقول لك بان يعني هذه القرارات اللي حين نخذوهم في المكتب الفيدراري راح نلقاه ان شاء الله الحلول مع هذا الناخب الوطني دايما يكون حل لكل اشياء كالحلول تحت النسبة يعني باش يقعدوا لايروح هل شوف انا 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 نقدر نقول لك بان اليوم الجزائريين محبوش محبوش هذا الناخب الوطني واحنا ارانا ارانا نسمعوا المشاعر وحتى الاشياء اللي يقولها هذا الجماهير ولهذا يعني حتى ولو يمشى السيد الكاراز كيفش راح يكون المصير تاع الناخب اللي راهو جاي اذا مشينا بهذا العقلية انتاع كل ما يخسر ناخب وطني مبارا او مبارتين يعني نديروله ضغط يعني باش يمشي انا نظن بانه راح تكون صعيب بكثير يعني باش يكون الاستقرار في الفريق الوطني